سبتمبر ويا ارمز لديهم الفرصة لمواجهة بعضهم البعض في المقهى حيث يتم حبسهم بينما يقترب كوراي بشكل متزايد من الارمل فان حياة يا ارمز معرضة ايضا لخطر اقتراب ملاك نتيجة محكمة الشاعر تدفع كل من يحب الشاعر وخاصة في المقام الاول للبحث عن الامل يتوقع اوزان انه سيحصل على نتيجة ايجابية من المحكمة والتخلص منها في ذلك الوقت تبحث شول عن طرق لاخفاء سلاح الجريمة في المنزل تحاول رازية ادخال العفة الى منزل نرمين كملات الملاك الذي يعجب يا ارمز لا يستطيع الانتظار يجعل رازية تتساءل عن قرارها في نظر رازية التي جعلت ميلاك هيب نرمين ابنتها لم يتبقى لشهر سبتمبر اي قيمة نقدية بدأت في وضع خطط لفصل سبتمبر عن ابنها وارساله بعيدا يتحد اسليم ويا ارمز لاثبات براءة اوزان بينما تتمنى جوليدي انقاذ ابنها تتعلم ان الشركة تحتاج ايضا الى الخلاص سبتمبر يذهب الى مقهى لتلبية متبرع الذي سوف يعطيها منحة دراسية في الواقع تم القبض عليه لمحاولته القاء اللوم على اوزان عندما يذهب الى السجن يمسك الشعر في اللحظة الاخيرة ويقول الحقيقة غير كوري نتيجة اختبار الحمض النووي رازي يقارن ايفيت ويا ارمز تقع العفة في الحب بمجرد ان ترى يا اوشنز ينتقل نرمين للقاء الارمل من خلال المعلومات التي قدمها به ارميت غير مدرك الى اين هو ذاهد سبتمبر على وشك مقابلة نرمين سيفعل يا غيس اي شيء للعثور على سبتمبر المختطف اسأل ارم واوزاني يختبئان من الشرطة من ناحية بينما من ناحية اخرى يتابعان الحقيقة رازية محاصرة عندما علمت ان نرمين قريبة جدا من العثور على ابنتها سبتمبر يتلقى نتيجة اختبار الحمض النووي الصبي من يا ايمز لكن رجال عدنان اختطفوه قبل ان يتمكن من فتح الظرف ومعرفة ذلك سوف يأتي الزيت بعدك في الحقيقة هو سيختطف الشاعر ليس لديه نية لتسليمها الى الشرطة تم نقل كان الى المستشفى مصابا بجروح عندما يكتشف الشاعر واسليم هذا الامر يرفعان امالهما لكن ارمو لا يقتل كان المحقق الذي استأجره نيرمين يجد الارميل نيرمين غير مدرك انه سبتمبر انه سعيد لانه تم العثور على ابنته يا ارمز مصمم على جعل الارميل يقول الحقيقة كوراي الذي نفد صبره مع عدم قدرة يا ارمز الارميل على الانفصال مصمم على اثارة الامور عندما يتم سحق الشاعر تحت وطأة الجريمة التي ارتكبها سيكون من الجيد في الواقع التواصل معه مصير كان سيؤثر على مصيرهم كذلك عدنان يضغط على الارميل بسبب ديونه لاحسان من ناحية اخرى يعاني ستمبر من ضغط كوراي ويذهب الى العيادة لاجراء الاختبار لمعرفة من هو الطفل حقا توصلت يا ارمز التي تتبعها الى استنتاج مفاده ان الطفل قد يكون من نفسها وليس من كوراي بناء على حقيقة ان الارميل خضع الاختبار الفاتح يحبس الشاعر يعتقد اوزان ان كان اختطف جوليدي وبينما كان يكافح مع كان اطلق ارمول النار على كان من مسافة بعيدة يعتقد الشاعر انه اطلق النار على كان بنفسه الشاعر يبحث عن طرق لتعويض اسليم ومع ذلك ليس لدى اسل ارم اي فكرة عن مسامحة الشاعر عدنان الذي اعتقل بسبب حادث يا ارمار يحتاج الى خطط جديدة بينما يعاني يا ارمز من الم ادارة ظهره لعائلته فان ستمبر وعائلته يعطونه ذرعهم واجنحتهم ستمبر يقترض من قرش القرب يدفع المال للمستشفى يعيش لديه عملية جراحية العملية ناجحة نتيجة لجهود يا اوشيمز الذي سقط في مطاردة الشخص الذي ضرب يا ارمار تخرج نهاية الحبل الى عدنان تم القبض على عدنان امام عيني يا ارمز يعرب كوراي يحاول الشاعر ان يجعل الكان يتكلم لكن الفاتح يتدخل في الموقف قبل ان يتمكن من الوصول الى اي بيانات عن الفاتح بيرشين يعاني من نزيف يجبر اوزان اسليم على ركوب السيارة بالقوة سيفتقدها تقترب يا ارمار من الموت كل دقيقة وتحاول سبتمبر موازنة اموال جراحة والدها من ناحية اخرى يبحث يا اوشيمز عن اثر السيارة الزرقاء التي اصطدمت يا ارمار اوزان يحدد لمعرفة من الذي وضع اللعبة التي تسببت له اسليم لتفريق تعود ذاكرة جوليدي وتخبر اوزان ان اسليم بريد يجد بيرشين رسالة التي تركها كان على داب اسليم يا ارمار في المستشف يقول الطبيب انه يهدد الحياة هناك حاجة الى ثلاثمائة الف ليرة للعملية يقول سبتمبر انه سوف تجد المال يذهب يا ارمز الى موقع الحادث ويجد الطفل يا ارمار الذي اشتراه اليل ارمل ويعطيه اليل ارمل عندما علم ان والده قد غفر له يجد سبتمبر السلام وان كان مؤقع بينما ينتظر بيرشين بفارغ الصبر الغاء زفافه مع اوزان يلاحق اوزان ملاحظة غير متوقعة هل سيفوز يا ارمار بالقتال من اجل الحياة بعد الحادث الذي تعرض له سوف كوراي الذي تركه في منتصف الشارع تحقيق هدفه بعد ان خسر عدنان القضية قرر ان يقتل يسار الذي لديه ضغينة ضده يعين كوراي لهذا الغرض حتى لو لم يرغب كوراي في ذلك فعليه ان يفعل ما يقوله عدنان يضرب يسار بسيارة كان يترك ملاحظة مجهولة على باب سليم يجد الشاعر هذه المذكرة تفيد بان الكان آسف جدا اسل اوتام باريد لكنه لا يستطيع معرفة من تركها بيرشين مستعد للزواج تشعر جوليدي ان هناك شيئا غريبا في حقيقة ان بيرشين واوزان يتزوجان اوزان الذي اهتزته اخبار حمل بيرشين غير مدرك انه يتم اعداد حفلة في منزلهم بينما يغمر انتصار يا ارمار على عدنان الجميع بفرح تصل رسالة اخيرا الى مالتها الحقيقي الفاتح على وشك ان يقرر انه بحاجة للتخلص من الكام الذي كان يختبئ منذ ايام يخبر كوراي الارمل ان الطفل هو طفله يبدأ الشك في الانخفاض في سبتمبر بفضل دعم يا ارمار يا ارمز فاز في القضية ضد عدنان يتعلم ان سبتمبر يا اومز سعد يكشف بيرشين لوالده ووالدته انه حامل محاصرا في زاوية يقبل اوزاني انه يجب عليه الزواج من بيرشين لقد احببتك مرة واحدة انتهى فيديو المعلومات الخاص بنا هنا لا تنسوا الاشتراك في قناتي وتشغيل الاشعارات